أنا اليوم لما بدي أعمل منجمنت لأفكار السلبية أول شي مفروض لما يكون عندي أفكار سلبية أنه أنا عيشهم يعني نحن مثلا يكون تبري صار معنا شي حيالة شي صار معنا أثر فينا سلبيا منقوم نحن ما منعيش هالمشاعر منهرب منهرب أنه منعمل قصص تانية فاليوم فيه شي كتير مهم لازم نعرفه أنه لما نكون عايشين حالة من المشاعر السلبية نطلع هيد المشاعر نفرغها يعني أنا اليوم زعلانة أقول أنا فعلا أنا زعلانة مش أنه أنا لأ ما بدي أكون زعلانة وأنا أكيد بني الشيطة زعلانة وأنا وعم كبر الأمور لأ مفروض يعيش هيد المشاعر مشاعر الخوف، مشاعر القلق، مشاعر الاتراب بس لما طلعن من بعده فكر أنا كيف حابة صير أو أنا شو الشعور يلي حابة أصلك